بسم الله على بركة الله أعزائي طلبة وطالبات صف خامس منهج وزاري بدولة الإمارات العربية الشقيقة تحياتي لكم عدنا لكم تاني مع ميستر عبغري السوهاجي وكتاب ليرنارز يلا يا أولاد نبدأ من لسن سيكس ونقف عند لسن تن هشرح خمس دروس إن شاء الله ما ننساش نعمل لايك ونفعل القرص علشان يجيلكم اشعار بباقي الدروس read and listen complete the dialogue between the two children أكمل الحوار بين الطفلين hero hello my name's hero what's yours يا أولاد يعني بيقوله what's your name بس هو معلش name ال yours hi I am pen I am pen where are you from انت مني hero I am from tokyo tokyo and and you and you يا أولاد يعني وانت مني and you where are you from ben I am from new york I am from new york have you got any brothers and sisters ثلاثة كلمات يا أولاد brothers and sisters hero yes I have I have يا أولادي اختصار have اختصار have I have got an older brother عندي أخ أكبر and you and you يا أولاد وانت عندك كم برازار وكم سيستر اوكي عشان نتعود عليها and you وحضرتك ben I am an only child only only child أنا أضيف الوحيد hero sorry could you repeat that ما سمحشي كويس ممكن تكرر repeat ben yes there is just me أنا بس I haven't got شايفيني يا أولاد النفي I haven't got any brothers or sisters يبقى إني يا أولاد بتيقي في النغاتف اهو I haven't got ما عنديش any brothers or sisters hero do you have a favorite favorite sport عندك رياضة مفضلة ben yes I really like playing basketball and table tennis again I really like playing اهو يا أولاد basketball شايفيني الموس basketball and table tennis hero me too خدناها يا أولاد لأننا نحن نتفق ما حد نقول me too طالما الكلام إثبات لو الكلام من في نقول me neither هنا بيحب هو me too وأنا كمان well I am not so keen on baseball أنا مش مهتم بالباسبول كين on يا أولاد خلي بالكم بتجيلكم في الاختار في الامتحان كين on متحمس لي I am not so keen on baseball but I love but I love playing table tennis لو لو إي قبل الت تبقى هادئ لكن الإي بعد الت يبقى إلى حد ما hard working أنا مبتهد hard working and cheerful مبتهد شايف إلي يا أولاد بتسمته جميلة إزاي بأ بشوش وشو بشوش but my mom doesn't think so وماما لا تعتقد زالي she thinks I am a bit lazy bit يا أولاد يعني إلى حد ما أنا lazy كسول not true of course ليس حقيقي بالطبع بين ها ها just like my mom زي ماما بالضبط الأمهات كلها كده I am quite hard working but mom says I spend too much time playing computer games وانا والله وماما بتقول إن أنا بقضي وقت كتر جدا جدا في لعب ألعب الكمبيوتر هيرو ول حسنا we both we both كلانا like playing computer games then which one is your favorite listen سفد ركز يا أولاد my learning ده بييجي في امتحان وشفته أنا في الكويز وشفته في حاجات كتير my brother is لازم يا أولاد أرى الجملة لغاية الآخر وطالما يعتمد عك كلمات يبقى كلمات my brother is أخويا he never shares anything with me ما بيشاركنيش في أي حاجة يا الله يبقى ده generous lazy ولا selfish يبقى ده يا أولاد selfish أناني selfish يعني بيحب نفس وجاي من self يا أولاد selfie يعني النفس selfish أناني number two when my friend is عندما صديقي يكون صديقتي لي يا مستر عشان هو قال شي والله هو اللي عايز صديقتي she bites hair nails بتاكل ضوافرها كده صحبتي nervous nervous عصبية number three i am that i can pass the exam انا انا confident انا واسق that i can pass the exam استطيع ان اكتاز الامتحان انجح في الامتحان انا confident number four my brother is very اخويا بقى his room حجرته is always such a mess يا الله قطوا مكركبا بهدلة كده يبقى اخويا ده يا جماعة طيدي ولا ان طيدي ان طيدي كلمة السر كانت يا اولاد miss number five where born اين انت اتولت اتولت ايضا are you مش هتنفع did you عايزة لها فعل تاري يا اولاد did عشان اختارها لازم يكون في فعل في الانفينتف في المصدر ما عنديش فعل في الانفينتف يبقى انا where you where where you born اين اتولدت number six who the people in رشيد family people جمع خلاص ايما ناخد ار يا اولاد who are number seven what how is ما الهويات خلي بالكم يا اولاد من تركيبة السؤال دي انا شفتها مبارع في امتحان online what how is ما الهويات بعد اداة الاستفهام يجي فعل مساعد يعني الاجابة c برا الموضوع ما انفعش تقول سام هنا has بعد what how is has فعل مساعد has وبعد كده الفاعل سام اهو شايفيني يا اولاد سام بين has وبين good لكن has good في السؤال لا في الاجابة ها has good صح في الاجابة لو بكتب جملة عادية لكن ده سؤال يا اولاد يبقى has سام جود نخلي بالنا من ترتيب السؤال اداة استفهام helping verb او فعل مساعد subject الو الفاعل وبعد كده فعل اساسي يبقى الاجابة يا مستر has سام جود number eight كنت بكلمكم عنه انا i am not very keen on اهي يا اولاد يبقى keen on انا مش متحمس لي مش راغب playing basketball number nine we like playing tennis كلانا نحن we both like playing tennis الاجابة a a مال رقم a t ya mister الاجابة b keen ten والاخيرة sorry could you repeat that احنا عايزين نخلي قاعدة سابتة اولاد من سوابت اللغة في السؤال نستخدم الفعل في المصدر بدون اضافات ولا ing ولا s ولا id ولا حتى to تعال روح listen eight amazing people شايفين يا اولاد الصورة دول ناس مدهشين amazing look at the photos of the woman what do you know about he about she خليها شي يا اولاد انا شايفها قدامي he لا هي she what do you know about her here يا اولاد انا مش شايفها قوي about her تعرفوا اي عنها read the text about suraya الزعبي how many facts did you already know تعرف ايه الحقائق اللي تعرفه عن suraya الزعبي what new information did you learn ايه المعلومات الجديدة اللي انت تعلمتها عنها تعلمت عن suraya's story يا اولاد ونستفيد منها لانها شخصية ملهمة suraya الزعبي is a professional ايوة كده professional محترفة اثليت لاعبت قوة يا اولاد from the uae united arab emirates at the age of 29 a serious stroke a serious stroke a serious stroke viralized one side of her body يا الله ده مرض خطير يا اولاد صعقة صعقة viralized here one side of her body and it was seven months before she could even speak again سبع شهور يا اولاد وبعد كده تكلم التاني ده مرض يا اولاد اهو بيتكلم عنها اهو stroke and illness caused by a change in blood supply دمارا cause سببه نقص تغيير في امداد الدم للمخ stroke stroke viralized one side viralized serious stroke viralized stroke viralized one side of her body and it was seven months before she could even speak again with the help of her doctor بمساعدة الأطباء the love and support of her family ومساعدة الأسرة and her hard work والعمل الجاد she really improved تحسنت in 2008 she became أصبحت the first female اماراتي games العاب المعاقين in بكين بكين في الصين two years later she won gold medals بعد سنتين كسبت مدليات ذهبية in جافلين جافلين شايفيني يا أولاد رمي رمي الرم جافلين and discuss at the asian games in جانجزو china and in 2012 she fulfilled الله fulfilled يا أولاد يعني achieved حققت her dream of competing at the birolambics in London في الععاب المعاقين في London she is a great inspiration inspiration هي inspiration 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 to us هي ملهمة inspiration to us all كلنا يبا تسكس يا أولاد a heavy flat round object that people throw inspiration someone شخص ما that people admire يعقبو بي and want to be like him javelin a long stick with a pointed end هي أولاد عاصة طويلة هي javelin مع سن نهاية مدببة that is thrown in sport بيحذفوها viralized viralized lose the ability to move or feel فقدان القدرة على الحركة أو الشعور stroke and illness caused by a change يكون سببه تغيير in blood supply امداد الدم to the brain read thuraya's my page do you have anything in common with here في حاجات مشتركة بينكم name thuraya الزعبي town city and country المدينة dubai uae family family husband and four children likes بتحب spending time with my family training at my club in sharjah watching sport taking part in exciting competitions with other athletes from all over the world من كل انحاء العالم dislikes لا تحب feeling bored تشعر بالملل very hot twitter تحبش الطقس الحار as it is difficult to train outside عايز هي عايز من الصعب ان تتضرب في الخارج being away from my family بعيدا عن الاسرة personality شخصيتها cheerful positive ايجابية hard working جدا my perfect day a day off with my family الي يوم المفضل عندها الي هو يوم الاف الاجازة مع الاسرة i feel relaxed and happy اشعر بالاسترخاء والسعادة a dream come true الحلم يصبح حقيقة taking part in the london birolympics for my country انها تشارك في العاب المعاقين في لندن بتمثل دولتها ياولاد it was amazing advice to other نصيحة للاخرين nothing is impossible لا شيء impossible مستحيل if you really want it لو انت حقا want it عايز it is always good to laugh دايما ياولاد جيد to laugh laugh تضحك كده laugh listen 9 read the text about natalie the tweet then match the heading to here my page اكتروا عنها ياولاد وهنا بيقول لي ملحوظة use of english صفة منتهية ب-ed such as is bored and determined are used to describe how people نقول بالبلد ياولاد الصفة المنتهية ب-ed تصف العاقل الصفة المنتهية ب-ing تصف غير العاقل اهو the game was boring بملة اهو the game ممكن تبقى exciting ممكن تبقى amazing لكن فوق العاقل اهو detrimine boring نوزع ياولاد عشان الوقت الانسة اللي احنا بنتكلم عنها من جنوب افريقيا تمام city country cape town south america اه الخانة التانية family عندها brother الخانة التالتة personality شخصيتها positive يبقى هنا personality number four best feeling swimming in the pool i feel fantastic اهو لا تفيل يبقى best feeling number five table mountain uh favorite place المكان المفضل number six a dream come true الحلم يتحقق number seven advice to others تمام ياولاد use of english circles the correct adjective اهو ياولاد to complete each sentence قبل اهو ايدي اهو ياولاد how people اهو ايدي للعاقل اين نجي بنوصف things and situations الاشياء والمواقف يبقى number one ياولاد حلاه هو i feel انا انا عاقل relaxed بال ايدي ياولاد when i am in the swimming pool انا ببقى relaxing لما بقى في السويمين pool في حمام السباحة relaxed بال ايدي انا عاقل number two table mountain in cape town اه جبل 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 في cape town is amazing بال ايدي ياولاد الجبل غير عاقل number three competing in the olympic games المسابقة المنافسة في العاب الالمبيات was so exciting مسيرة العاب غير عاقل درس الاخير ياولاد our teachers multi talented biking نسبت تمام ياولاد مواهب متعددة لمعلمنا شايفين الكلمات ياولاد impressive very good juggle control mini balls in the air expert خبير someone who knows a lot about a topic عن موضوع gymnast gymnast someone who can do acrobatics airborne in the air في الهواء summer salt summer salt tears in the air شايفين ياولاد بلف الهواء ازاي اهو اهو ياولاد number two هي summer salt اللي عايز يشوفها skill مهارة special ability قدرة خاصة possess يعني have have possess يعني have have masterful strong the best comb be silent comb this makes your hair tidy سرح شعرك comb تمام ياولاد نشوف الكلمات اللي قادت في القصيدة dozen dozen ياولاد يعني حوالي اتناشر languages fault اخطاء champion champion بطل wrestle شايفين ياولاد رسل اللي صارعه wrestle silent with t silent wrestle بيقول لي هو اخر حاجة ياولاد match اعمل match these illustrations with lines from the poems شايفين كم صورة عندنا خمسة عايزين نروح للقصيدة بس عايزين هم اي ياولاد بارقام السطور عشان كده او حط اهو هدي واحد الاربعة وبعد كده خمس سطور وبعد كده ten وبعد كده 15 وبعد كده 20 نشوف كده number one فين الصورة ياولاد number one هي نروح line 14 فين الصدر 14 اهو ياولاد ده 15 15 وده 14 he is great at racing cars سباق السيارة اهو ياولاد اكتب عليه 14 يبقى number one 14 فين هي ياولاد فوق الخمسة 15 number two الصورة line eight شايفين ياولاد بيعمل ايه summer salt فين ياولاد الصدر التامن كده عشرة تسعة اهي ياولاد doing airborne summer salt اهي ياولاد يبقى هنا eight اوكي بكتشار سريقا يبقنا اهو نروح line three يبقى احنا four five اهي ياولاد he paints line three he paints impressive بكتشار مرسم صور مؤثرة impressive مبهرة نشوف الصورة الرابعة ايوا كده بصارع البير يبقى نروح line fifteen اهو ياولاد اهو that's the ball he is masterful at fighting balls اهو مصارعة السيران يبقى fifteen ياولاد واضح عليها الرقم يبقى number four fifteen اخر صورة ياولاد five اللي هي line eighteen 18 fincom 20 19 18 line 18 تمام ياولاد اهي how to come his hair شايفين ياولاد نبقى نخليها عشرين شفتنا come اهي come his hair نخليها line 20 وبكده ياولاد نكون احنا انهينا الدرس العاشر من كتاب يارب يكون افدتكم ان شاء الله تعالى ما ننساش لايك ونفعل الجرس وعندنا واتساب وهنسيب لكم واتساب صف خامس للصفوف السبعة صف اول لغاية صف سابع هنسيب لكم رقم الواتساب اي حد عايز ينضم للجروب ياولاد ياخد الرقم ونبعت له link group وكمان في بس اونلاين على برنامج زوم برايفت للطالب لوحده او مشترك مع طلاب اخرين تواصلوا معنا على رقم الواتساب ونرد على كل استفساراتكم ساعد بصحباتكم واستنوني تاني في الدروس الخمسة من يونت سيفن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة